السورية العراقية من الميادين السلام عليكم وإلى عنوينها الجيش السوري يسيطر بنحو كامل على رأس العين غرب يبرود والمسلحون ينسحبون باتجاه الصرخة ورنكوس دمشق تحذر من أن العراقية اعتداءات الإسرائيلية تزعزع أمن المنطقة وتفتح الأبواب على كل الاحتمالات ورئيس البرلمان العراقي يستبعد قانون الموازن عن جدول أعمال المجلس واتلاف دولة القانون الحاكم يقاطع الجلسات احتجاجا السلام عليكم ما بعد يبرود يواصل الجيش السوري احكام سيطرته على بعض مناطق القلمون التي لا تزال تحت سيطرة المسلحين وأفروا إليها من يبرود اليوم كانت تقدم باتجاه رأس العين وبعدها قد تتجه العمليات إلى رنكوس وغيرها وفق ما قال قادة ميدانيون في الجيش للميادين عمليات تطهير يبرود لم تقف عند إنهاء وجود المسلحين فيها فقط بل توسعت لتشمل مكتشفة من معمل لتفخيخ السيارات وتفجيرها في لبنان وفي جانب آخر دخلت اسرائيل على خط الأزمة في سوريا عبر سلسلة غارات انشنتها على مواقع للجيش السوري في المناطق المحاذية للخط الفاصل مع الجولان المحتل وقد حذرت القوات السورية من تصاعد توتر في المنطقة من جراء هذا الخرق الإسرائيلي لاتفاق فصل القوات عام 1974 هل ما يجري يمثل محاولة إسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك مع سوريا؟ هذا في الشأن السوري أما عراقيا فنناقش في خلفيات وأبعاد عدم إدراج رئيس البرلمان العراقي قانون الموازنة العامة على جدول أعمال مجلس النواب للموافقة عليه ومقاطعة تكتل دولة القانون لجلسات البرلمان إذا لم تدرج الموازنة ولكن قبل الدخول في تفاصيل السورية العراقية ننتقل إلى غرفة التحرير مع موجزا لأهمي وآخر الأنباء والزميلة رولا بحسون تفضلي رولا شكرا لك علاء السلام عليكم واشنطن تخلت عن الدور الراعي لمفاوضات السلام في سوريا وأصبحت طوعا أو إكراها لعبة في يد المعارضة السورية الراديكالية التي تضم في صفوفها إرهابيين يرتبطون بالقاعدة هذا ما أعلنته الخارجية الروسية تعليقا على القرار الأمريكي بإغلاق سفارة دمشق في واشنطن من جانبها الخارجية السورية وصفت القرار بالإجراء التعسفي والبدعة السياسية والقانونية نقل موفد الميدين إلى فيينا عن مصادر الوفود الغربية وصفها أجواء الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران ودول الست بالإيجابية وتحدثت المصادر عن تقدم في المفاوضات وجرى تحديد موعد الجولة المقبلة للمفاوضات بين السابع والتاسع من نيسان أبريل المقبل بعد انتهاء الجلسة الثانية من المفاوضات اليوم بشأن البرنامج النووي الإيراني رفضت حكومة القرم السمحة لوزير الدفاع الأوكراني بدخول أراضيها في وقت أخلى فيه الجنود الأوكرانيون مقر البحرية في سيفاستوبول بعدما سيطرت قوات الدفاع الشعبي صباح اليوم على مقر البحرية الأوكرانية فيها من دون مواجهات مسلحة سبق ذلك مقتل عسكري أوكراني وعنصر من قوات الدفاع الشعبي في عاصمة القرم بعد مواجهات بين الجانبين وفي الشأن الأوكراني رأت موسكو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أسهما فيما وصفته بالانقلاب في كييف بيان الخارجية الروسية أشار إلى أن تصرفات الغرب أثناء الأزمة الأوكرانية تتعارض مع مبادئ مذكرة بودابيست الموقع عام 1994 حول الضمانات المعطات لأوكرانيا بشأن سيادتها ووحدة أراضيها استشهد شاب فلسطيني يدعى نايف شوامرا برصاص الاحتلال جنوب الخليل أثناء محاولته عبور الجدار من عرب الرمضين بحثا عن عمل هذا وقت حما نحو 100 مجند إسرائيلي باحات المسجد الأقصى ضمن جولات عسكرية تنظمها حكومة الاحتلال تهم وزير الخارجية المصري نبيل فهمي واشنطن ضمنا بالاحتفاظ بعدة مروحيات من طراز أباتشي كانت بلاده قد أرسلتها إليها من أجل الصيانة وقال فهمي في حديث تلفزيوني القوات المسلحة المصرية أرسلت عددا من مروحيات الأباتشي إلى الولايات المتحدة للصيانة لكنها لم تعدها إلى الآن وأضاف أنه ناقش في اتصال مع نظري الأمريكي هذا الموضوع إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ختام الموجز عودة إلى متابعة العراقية السورية معك علا شكرا رولا بعد ثلاثة أيام على سيطرته على مدينة يبرود سيطر الجيش السوري بنحو كامل على بلدة رأس العين غرب يبرود في القلمون بعد انهيار كامل لدفاعات المسلحين الجيش السوري نفد عملية تطهير وتمشيط للقرية بعد فك الحصار عن المدنيين في رأس العين أشار إلى أن المسلحين فروا باتجاه بلدتي الصرخة ورنكوس وقد عبر أهالي قرية رأس العين عن فرحتهم بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على القرية لا تخافوا لا تخافوا لا 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 يطعين الكهرباء والماء وكان العلم معطوعة عددنا كبير مئات آلاف أيوة لا بالآلاف معايد كثير خير الله يا أخي وهنا شنوحون هنا جيش حر هنا جبهة نصرة لا نعرفون جيش حر يقولون هنا جيش الحر لا نعرفون من التمين كانوا جبهة نصرة وجيش حر وكل شيء إرهابيهم مسلحين وجبهة نصرة وجيش حر طبع أنتو الخدمات الموجودة هنا متوفرة لأننا مدينة تريف موجودة عندنا بيارة ماء ونخبز على التنور هالكبارية يخبزونا الأكل وهل بجاية الجيش الله يوفونا أدمونا أكل وماء يشرب وما أطعونا من شيء أحد ضباط العمليات أكد للميادين أن الأهمية العسكرية لرأس العين تكمن في أنها قريبة من يبرود لافتني لأن المسلحين استعملوا المدنيين دروعا بشرية أهمية لقرب المباشر من منطقة يبرود واتصال المباشر معه تجمع الإرهابيون في هذه المنطقة بدأوا يشكلوا خطر على منطقة يبرود طبعا العملي مستمرة لم تقف عند يبرود أو رأس العين العملي مستمرة يعني ما أكثر ما لفت نظركم عند دخولكم إلى هذه المزارع أعداد كبيرة من المسلحين موجودين اللي يقاموا بالفرار من يبرود باتجاه رأس العين تجميعهم هنا مهزومين والآن انهزموا بتجاه الصرخة ورنكوس ومن دمشق ينضم إلينا الخبير الاستراتيجية السيد تركي الحسن أهلا وسهلا بك معنا السيد تركي في نشرة سوريا العراقية يعني ملاحظ السرعة في استعادة الجيش السوري المنطقة تلوة الأخرى في سوريا يعني إذا ما أردنا الحديث في الاستراتيجية والتكتيك العسكري ما الذي يحصل فعليا على الأرض مساء الخير لكم وللمشاهدين مساء نور وأبارك للأخوة في سوريا هذا النصر الذي تحققها وهذا الإنجاز في يبرود وفي منطقة القلمون بشكل عام وأبارك للأخوة اللبنانيين بنفس القدر لأنهم تخلصوا من تلك البؤرة الإرهابية التي كانت تصدر الإرهاب والإرهابين إليهم وأعود لأجيبك على السؤال أنا سأجيب على السؤال بقول صدر منذ سلاسة أيام عند دخول يبرود لمسؤول التخطيط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقول بعد عمل دؤوب زاد على عامين ونصف ولخمسة عشر دولة في يبرود وبوجود عشرة آلاف مقاتل لقد تم الدعم بالخرائط والإدارة والتسليح وهندسة وضعيات القتال تفاجأ الجميع بالسرعة المزهلة لسقوط يبرود وأنه نصر نادر وقد دخلوا أهم التحصينات والتضاريس الصعبة وهذا يعني فيما يعني أن سلاسة أرباع المعركة العالمية على سوريا قد انتهت إنه نصر وقد حسمت المعركة لصالح الأسد وحزب الله هذا ما يقوله مسؤول التخطيط في الاستخبارات الإسرائيلية إذن هذا النصر الذي تحقق هذا الإنجاز الذي تحقق له عوامل أنت تسألين ما هي العوامل التي كأني استشفيت من سؤالك صحيح عن السرعة تحديدا في استعادة الجيش السوري المنطقة والأخرى في سوريا نعم هذا العمل تم التحضير له بشكل كبير ومنذ فترة طويلة وليس من يوم أو يومين فالأساس القول المشهور في التاريخ معرفة العدو نصف النصر وبالتالي القوات المسلحة عندما طوقت منطقة يبرود وتقدمت إليها حسيسا شيئا فشيئا حتى وصلت إلى تطويق المدينة في النهاية كانت تدرك من هم الموجودون في يبرود وبالتالي هذه المعلومات والمعطيات تجمعت من قبل قوى الاستطلاع في الجيش في القوات المسلحة والقوى الأمنية وعندما دخلت القوات كانت تذهب إلى كل مكان معد بشكل دقيق وسبقت عملية دخول يبرود القضاء على مجموعة من القيادين وهي العملية التي تمت قبل 24 ساعة تقريبا من دخول يبرود حيث سقط 13 قياديا من أولئك الإرهابيين داخل مدينة يبرود الذين يقودون جميع المحاور وعندما دخلت القوات هذه العوامل لا أريد أن أعود إلى المناعة العقائدية التي يتمتع بها الجيش السوري وبنفس الوقت هناك عدو أيضا يتمتع بمناعة ولديه إيمان عقائدي وفكري يحمل القاعدة التكفيرية يحمل الفكر التكفيري وهو يقاتل ويقتنع بأنه يقاتل وبالتالي كانت المعركة كبيرة جدا وصعبة بنفس الوقت ولكن التكتيكات التي تبعها حيث استمر في التقدم وقطع الأوردة بكاملها التي يمكن أن تغزي الإرهاب أو يمكن أن تسمح للإرهاب بأن يخرج من يبرود استمرت 30 يوما قبل اقتحام يبرود حيث بدأت من الجراجير كما تعلمون ولا أريد أن أعيد كيف تم الأمر والسيطرة على اقتلال الحاكمة وأعتقد أن الجيش استخدم نفسا طويلا وقد ذكرتها على محطتكم الكريمة أكثر من مرة ما هي العوامل التي تحكم بسير العمليات للجيش أي أنه هناك أمور عامة يستخدمها الجيش في كل البلدات والمدن وإلى آخره وهي أمور عامة أقولها وهناك تكتيكات خاصة يتبعها استنانا لكل موقع آخر يتعلق بعاملين العامل الأساسي المدينة نفسها أو البلدة أو المزرعة أو ما شابها وحجم الإرهاب الموجود فيها وإلى آخره والتكتيكات المبدعة التي تتبعها يعني خطة القائد التي يضعها التكتيكات التي يضعها على الأرض ولكن كل المناطق والبلدات والقرى والمدن التي يقوم الجيش باقتحامها يبدأ بعملية تطويق معروفة ثم يخرج الأخوة المدنيون عبر ملازات آمنة أو عبر طريق آمنة وتؤمنة وهذا كلام ذكرته عليكم أكثر من مرة إذن هذه العملية الآن في يبرود هي بحجم الإنجاز وأقول أنه إنجاز كبير لماذا؟ نحن لم نسمي يبرود أنها استراتيجية هم من سموها استراتيجية وقبلها كانت القصير والدور الذي كان مناطف القصير أعطي لي برود بأنها تعمل باتجاهين وكررتها أكثر من مرة أنها تعمل باتجاه الداخل لإمداد الإرهاب وإيوائهم وتوزيعهم وتسليحهم وتزخيرهم ثم تأمين الدعم اللوجستي بشكل كامل وبنفس الوقت سواء باتجاه المنطقة الجنوبية يعني أقصد دمشق العاصمة وريف دمشق والغوططين أو باتجاه البادية أو باتجاه الداخل وأقصد حمص وحماوة وما أشابها ذلك نقطة الثانية التي عمل الإرهاب أسدعيني لأكمل هذه الفكرة كان يتجه باتجاه الساحة اللبنانية أي أنه عندما أريد القصير أن تكون خنجرا في ظهر المقاومة عندما سقطت القصير انتقلت هذه المهمة ليبرود وبالتالي اليوم لذلك قلت أبارك لأخوة في لبنان الذين اكتووا من نيران الإرهاب في يبرود والذين كانوا ينتقلون بين يبرود وكأنهم ينتقلون في أمارة إسلامية بين يبرود وعرسال وباتجاه الداخل اللبناني وأعتقد أن هناك الكثير من السيارات المفقخة والأشخاص والصواريخ التي ألقيت على أخوتنا في لبنان على أي حال حول هذا الموضوع ابقى معنا سيد تركي كنت تحدث عن السيارات المفقخة سنتابع هذا التقرير وأعود إليك نبقى في منطقة القالمون حيث عثر الجيش السوري في مزارع سكفتا في يبرود على معمل لتفخيخ السيارات وتصنيع الصواريخ مصادر عسكرية قالت للميادين أن أحد السيارات التي عثر عليها في يبرود لبنانية وكانت محملة بأكثر من 200 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار هذه الصور من أحد المعامل التي كانت تعد فيها السيارات المفخخة المرسلة نحو لبنان المجموعة التي كانت تعمل هنا أعدت أكثر السيارات التي أرسلت إلى هناك عبر الحدود متبعة نفس التقنية بالتفخيخ والحشوة الانفجارية وأماكن المتفجرات نحن هنا في إحدى المزارع في منطقة سكفتا بمدينة يبرود حيث تم اكتشاف تجمع كامل لتصنيع العبوات الناسفة والصواريخ المحلية الصنع والإطارات المفخخة وأيضا تفخيخ السيارات كما نشاهد في هذا المكان الصواريخ المحلية الصنع التي كان يصنعها المسلحون وأيضا من هذه الجهة الإطارات التي يتم تفخيخها من أجل عرقلة تقدم الجيش السوري على المرتفعات حيث كان يتحصن المسلحون هناك ويرمون بهذه الإطارات على قوات الجيش لمنع تقدمهم فيها هذا المشغل مزود بكل الأجهزة ليعمل بشكل منتظم لإنتاج السيارات المفخخة والصواريخ المحلية الصنع وقد لا يكون المعمل الوحيد في المنطقة نلاحظ أن هؤلاء البوارد كانوا يستخدمون صناعة الصواريخ مثل المشايفين هؤلاء صواريخ بداية لكي يتم إملاء منهم تفشيرات وتركيب إلى المحرك الصاروخي بالنسبة للمسافات الصواريخ حسب حجمها واضح أنه مسافاتها تراوح بين العشرين والأربعين كيلومتر الأدوات والمواد جايبين لكي صناعة مركز لصناعة قزائف الهوان والصواريخ المرسل واضح أنه منقول ينقلوا جاي ببناء حديث مجهز بشكل أنه ما يتأثر بضربات المدفعية طبعا هاي من يشوف قزائف الهوان اللي كانوا عم يصنعوهم شايفين عنا هون الطاولة نعم وهدول اللي كانوا يصنعو فيهم الصواريخ يقصوهم مثل ما نلاحظ كلها عبارة عن قزائف هوان قزائف مختلف العيارات موجودة هون المتفجرات التي تستخدم هنا واضح لنا هوني مواد الارت اكس مواد شديد الانفجار جدا ومواد حديثي الإطارات التي كانت تستخدم أيضا بتفخيخها مثل ما شايفين مستودع كبير فيه كميات هائلة جدا من الصواريخ بقاء المعدات على حالها تشير بأن المجموعات المشرفة على تفخيخ السيارات وصناعة الصواريخ والعبوات الناسفة غادرت على عجل تاركة وراءها المشغل على حاله يشهد على حقيقة الدور الذي كانت تلعبه هذه المزارع كمصدر لسيارات مفخخة بالموت دون أن يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك مراكز تفخيخة مشابهة المغادرة على عجل كانت بعد وصول قوات الجيش بسرعة أكثر مما كان ينتظره المسلحون وهو ما ساعد على كشفها من منطقة يبرود في ريف دماشق ديماناصيف الميادين في ريف حمص قال مصدر أمني سوري أن الجيش السوري دخل قرية الحصن وسيطر على حيين فيها مشيرا إلى أنه قصف محيط قلعة الحصن أضاف المصدر أن قوة من الجيش السوري أوقعت مجموعة من مقاتلي المعارضة في كمين نصبته لهم غرب قرية الزارة وفي حلب شن الجيش السوري سلسلة غرات على مواقع تابعة للمعارضة المسلحة في حريتان ومحيط سجن حلب المركزي فيما بث ننشطون صورا لاشتباكات عنيفة في محيط قلعة حلب ولتفجير استهدف القصر العدلي وفي محافظة الحسكة أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية أنها سيطرت على قرية تل خنزير في رأس العين بعد اشتباكات مع داعش أعلن تنظيم داعش مقتلى ثلاثة من عناصره البارزين من جنسيات مختلفة وهم كويتي وليبي وبلجيكي وعرض التنظيم على صفحاته الإلكترونية صورا لعملية انتحارية نفذها الشخص يدعى أبو حصة الكويتي وأشار إلى أنه فجر نفسه بحاجز عسكري دون تحديد مكان العملية وأعود إلى ضيفي السيد تركي الحسن الخبير الاستراتيجي وهو معنا مباشرة من دمشق سيد تركي مر معنا في الخبر السابق أنه الحديث عن ريف حمص تحديدا إذا ما ربطنا بين ما يجري في القلمون وصولا إلى ريف حمص يعني أود أن أستفسر منك أيضا في التخطيط العسكري والاستراتيجية هل مقصود تأمين المنطقة من دمشق إلى ترتوس بطبيعة الحال هذه المهمة الملقات على عاتق القوات المسلحة وبطبيعة الحال القوات المسلحة من واجبها وحق للشعب السوري أن تقوم بحمايتهم وبالتالي أن محاولة تقطيع السبل والطرقات لأخواتنا المواطنين هذا واجب على القوات المسلحة أن تستعيد هذه الطرق الطريق هو آمن بطبيعة الحال ويتسير الرحلات بشكل طبيعي بين المنطقة الوسطى والساحل ولكن يبقى هناك محاذير استهداف بالطلقات من مناطق بعيدة وعندما قامت القوات المسلحة وقوات الدفاع الوطني بتطهير منطقة الزارة والحصرجية ثم باتجاه شويهد والآن ذكرتم أنها دخلت إلى حيين في قرية الحصن أو بلدة الحصن ولم تدخل القلعة بعد لأن القلعة هي قلعة أثرية وجزء من معركتنا الآن هي على الوعي وعلى التراث وعلى الفكر وعلى تراثنا الذي يحاولون الآن سريقته وتدميره ما يجري الآن نعم هو تطهير للمنطقة وتغلق هذه الزاوية بطبيعة الحال وأنا أتمنى وهي الجيش يسير بخطواته وبطبيعة الحال ما يجري في الحصن أو حوله في منطقة غرب الحمص وفي منطقة الحصن الآن لا يرتبط بعمل القوات المسلحة الموجودة في منطقة القلامون أو في حلب وبالآخره لأن القوات في الميدان يخول القائد بهذه المهمة ويترك له روح الإبداع في كيف يتصرف وكيف ينجز هذه المهمة سيد تركي أيضا ابقى معي سنتابع هذا التقرير وأعود إليك حذرت القيادة العامة للجيش السوري من محاولات تصعيد الإسرائيلية التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر قيادة الجيش السوري أضافت أن من شأن ذلك توتير المنطقة وجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات من خلال تكرار الأعمال العضوانية الإسرائيلية بيان الجيش أعلن استشهاد جندي سوري وجرح سبعة آخرين في غارات الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم على مواقع في محيط القنيطرة البيان وصف العضوان الإسرائيلي بأنه محاولة لصرف الأنظار عن الانتصارات المتلاحقة للجيش السوري وآخرها في يبرود البيان أضاف أن العضوان الإسرائيلي تزامن مع هجوم إرهابيين من الأردن على السجن المركزي في درعا بيان القوات المسلحة السورية أتى بعد استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم عدة أهداف عسكرية وأمنية للجيش السوري في الجولان الناطق العسكري الإسرائيلي قال إن الغارات جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف دورية إسرائيلية يوم أمس بعبوة ناسفة في الجانب المحتل من المنطقة وأدى إلى إصابة أربعة جنود الناطق الإسرائيلي اتهم جهات أمنية سورية بتقديم المساعدة على تنفيذ عملية التفجير التي استهدفت قوة للجيش الإسرائيلي عند السياج الحدودي وأدت إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراح أحدهم خطراء هذا وأفاد مراسل الميادين في فلسطين المحتلة بأن إسرائيل ستجري تدريبا عسكريا لقواتها شمال بحيرة طبرية قرب الجولان السوري المحتلة الجيش الإسرائيلي يستعدوا لاحتمال حصول تصعيد في جبهة الحرمون ومزارع شبعة بحسب ما ذكر موقع ولاء الإسرائيلي الموقع نقل عن مصدر عسكري قوله إن قواعد اللعبة على طول الحدود قد تغيرت وإن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة هذه التهديدات وهو مستعد للرد بكل قوة إذا اقتضى الأمر في موازاته ذلك أمر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال بني جينس بتعزيز انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة بقوات مدرعة بعد وقوع ثلاث هجمات خلال أسبوعين على الحدود اللبنانية السورية وأعود إلى ضيفي في دمشق السيد تركي حسن الخبير الاستراتيجي سيد تركي تغيير قواعد اللعبة هذا الكلام الإسرائيلي ماذا يعني؟ أنا ذكرت في البدء ما يتعلق بيبرود أن المسؤول الاستخطيط في الاستخبارات الإسرائيلية ذكر ذلك حول يبرود وسبق أن ذكروا أيضا حول القصير والآن هذا يتأكد في العدوان الجديد الذي شن علينا من قبل سواء من المواقع الأرضية عبر رمايات مدفعي ودبابات أو عبر الاستهداف لمواقع محددة بالطيران اخت علا أنا أرى في هذا الموضوع هو عدوان بحد ذاته وبطبيعة الحال عندما ذكر أنه تغيير قواعد الاشتباك لدي خمس نقاط أعلق بها على هذه المسألة المسألة الأولى وهي كنت قد ذكرتمها الآن ببيان الجيش الإسرائيلي أنه يخلق قواعد اشتباك جديدة تعطي لإسرائيل الحق في أن تضرب متى تشاء وهي من تقدر أن مصالحها الأمنية أو استهدفت بشكل مباشر أو غير مباشر وبالتالي تعطي لنفسها الحق في أن تقوم بهذا الاشتباك مع العلم أن الاتفاق بيننا وبين إسرائيل أو على الجبهة السورية هو اتفاق دولي وترعاه الأمم المتحدة وهناك قوات الأندوف وله منذ عام 1974 ثانيا النقطة الثانية خلق خطوط حمراء جديدة أي أننا يجب أن تضع لنا الخطوط الحمراء ما يحق لنا أو ما يحق تبرز الهويات الأثنية أو الطائفية وهذه حالة سلبية وهناك هذه أيضا أصبحت مقعات للشحن الطائفي أو القومي الخلاف السياسي جعل من القومية وسيلة لتحقيق المكاسب وسيلة يقول المتنافسون إنها باتت الورقة الأمثلة للفوز بعدما أخفقت القوائم المشتركة في التقدم على قوائم صبغتها الطائفية والقومية بطبيعة الصراع القائمة سبق ونحن نزلنا في قوائم مشتركة لكن خسرنا كثير من الأصوات ولم نفلح هذا يضطرنا أن نكون في قائمة تمثل المكون بشكل واضح وهذا عنوان واضح إن الانتخابات في كاركوك لا تكون على أساس التنافس بين البرامج الانتخابية وإنما هي فرصة للصراع على هوية كاركوك القومية وبين ضمها إلى أقليم كردستان أو إبقائها ضمن عراق موحد باتت كاركوك الغنية بالنفط قلب الصراع العربي الكردية صراع ستكون فيه هذه المدينة مركز الأحداث للانتخابات المقبلة مطالب الكردي بضم كاركوك إلى أقليمهم استدمت بموقف حكومة القاضي بتأجيل هذه القضية إلى مرحلة لاحقة تأجيل لما بعد نتائج الانتخابات التي يصعب التكهن بها كما يصعب القبول بها بالنسبة لأي طرف يتصور على أنه خاسر بحسب مراقبين محمد كريم أربيل الميادين عنوين الصحف العراقية مع بسانت الراف السلام عليكم جولة على عنوين بعض الصحف العراقية لهذا اليوم المحطة الأولى مع صحيفة المدى وفي عنوينها المواطن تقترح ضد تصدير النفط بالأقمار الصناعية والكردستاني يلتزم الحل التوافقي رأت أن الإقليم لا يستطيع تصدير ما يطلبه المالك في قانون الموازنة تهدئة المالك والحكيم سحب الطعن بمحافظ البصرة ووقف الحملة ضد الصدر إلى صحيفة طريق الشعب وفي عنوينها نقرأ التحالف المدني الديمقراطي وجوب حماية بطاقة الناخب من الصرقة شدد على اختيار موظفين يتصفون بالنزاهة والكفاءة نقرأ أيضا في طريق الشعب دولة القانون يتهم الثلاثية بالفشل في حل الخلافات مع أربيل كشف عن وساطة أمريكية في مطالب الكردستاني بدعم اللجنة إلى صحيفة البيان ونقرأ في عنوينها مجلس الوزراء يخوّل وزيري التربية والتعليم بإنهاء العمل بقرار إلغاء عطلة يوم السبت التحالف الوطني يفعل ميثاق الشرف لتنقية الأجواء الانتخابية دولة القانون يقاطع جلسة البرلمان لحين إدراج الموازنة على جدول أعماله والقبض على المسؤول العسكري العام لداعش في بغداد وسبعة من معاونه من البيان ننتقل إلى صحيفة الزمان وفي عنوينها دولة القانون تشترط إدراج الموازنة لحضور الجلسة البرلمان يناقش اليوم أزمة الأنبار بحضور ثلاثة وزراء ونقرأ أيضا في الزمان استشهاد وإصابة العشرات بسبع مفخخات تضرب أربع محافظات اعتقال خلية داعشية في تكليت وتفجيرات بمحيط منزل مدير السعادية من الزمان ننتقل إلى صحيفة العالم وفي عنوينها وكلاء مواد غذائية يشترون بطاقات الناخب لغيات مجهولة أصوات معرضة للبيع أو التعطيل ونقرأ أيضا في العالم أبرز العلامات التجارية الأمريكية معروضة على السوق العراقية السفارة الأمريكية تعمل على العلاقات الاقتصادية هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العراقية لهذا اليوم شكرا للمتابعة وعودة لمتابعة النشرة وإلى الأخبار الاقتصادية والزميلة أليسار كرم تفضلي أليسار شكرا لك على أهلا بكم بدأت بزارة الإعمار والإسكان العراقية بتنفيذ 15 مجمعا سكانيا كي تباع لموظفي الدولة بالتقفيد المريح حيث يملغ مجموع الوحدات السكنية عضلا في المحافظات كافة نحو 140 ألف وحدة سكنية الكلفة المترتبة عن بناء هذه المجمعات السكنية تأتي ضمن الموازنة العامة للدولة وهي بحدود ملياري دولار من خلال جذب المستثمرين ورؤوس الأموال من دون أن تتكلف الدولة أي مبلغ مالي ألغى محافظ واسط محمود عبد الرضا عقد شركة ميكاتاك الأمريكية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في المحافظة وذلك بسبب عدم قدرتها على تنفيذ المشروع العقد يشمل إنشاء محطة كهربائية في المحافظة عن طريق مبدأ الاستثمار أو دفع مبالغ مالية مقدمة على شكل دفعات إلى الشركة الأمريكية وكانت الحكومة قد صرفت الكثير من المبالغ المالية منذ عام 2003 لاستيراد طاقة الكهربائية إلغاء عقد من هنا وتسهيلات من هناك رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقي سامي الأعرجي أكد استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات والامتيازات لشركات الأمريكية التي تنوي دخول إلى السوق العراقية وتعد السوق العراقية جاذبة لمليون شركة امتيازية في الولايات المتحدة الأمريكية تشمل 50% من حجم المبيعات في السوق الأمريكية 150 شاحنة محملة بالأغذية تعبر يوميا الحدود مع الأردن إلى سوريا وتشهد المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة نشاطا تجاريا كبيرا وبلغ حجم التجارة الداخل إلى المنطقة الحرة من الأردن 275 ألف طن بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار في وقت تشهد فيه حركة نقل معدات البناء نشاطا لافتا أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمود الخطيب أن رئاسة المجلس الوزري السوري طلبت دراسة منح ناقلي المحروقات لمحطات الوقود الخاصة حوافز تشجيعية وتعويضات مالية أو محروقات مجانية وقال الخطيب أن سياسة التسعير ستكون لها دور في خفض الأسعار وتنظيم الأسواق بما يضمن التزام التجاري الأسعار المحددة لهم وعدم إلحاق أي أذن بالمواطنين أكثر من 3300 شركة محدودة المسؤولية تنتشر في سوريا هذا العدد تضاءل كثيرا في السنوات الثلاثة الأخيرة فقارت وزارة الاقتصاد والتجارة خفض الحد الأدنى المطلوب لرساميل هذه الشركات من مليوني ليرة إلى مليون واحد هذا القرار يرمي إلى تشجيع الفعاليات الاقتصادية والتجارية نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونعود إليك يا علا شكرا لك إليسارة وقبل التذكير بالعنوين نذهب إلى خبر خاص بالميادين حيث تسلم رئيس السوري بشري الأسد من رئيس مجلس إدارة الميادين غسام بن جدو درع شخصية عام 2013 من قناة الميادين الرئيس الأسد كان قد حاز أعلى نسبة أصوات من المشاركين في اختيار شخصية العام الذي أجرته الميادين وشارك فيه أكثر من نصف مليون شخص الميادين كانت قد أعلنت في شهر يناير كانون الثاني منح الجائزة للرئيس السوري ولسلطان عمان قابوس بن سعيد الذي احتل المرتبة الثانية بالنسبة إلى عدد المصوطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر